بناء على التوصيات مؤتمر له للسلام اجتمع القادة الأفغان في باكستان لمضي خطوط عريضة للحلول المرجوة التوصل إليها لإحلال الأمن والاستقرار في أفغانستان القيادات السياسية المشتركة أجمعت على الكثير من النقاط فيما يختص بالتجارة والصحة والتعليم لكن العملية السياسية لا تزال محل خلاف شديد ولا سيما حركة طالبان ليست من ضمن المشاركين إننا على يقين أن الأمن سيصل إلى أفغانستان والاستقرار كذلك ولا شك أن عدم مشاركة طالبان يعتبر عائقا أمام هذا الحوار ولكن من هنا أعتقد أننا قادرون الآن على نبذ خلافات للداخلية السياسية وهذه بادرة أساسية للاستقرار في أفغانستان ترى باكستان أن دورها لابد أن يكون أساسيا في أي تحرك داخل أفغانستان ولا سيما فيما يختص بالسلام الدائم أمر كان واضحا في تصريحات وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قراشي الذي أكد أن دور بلاده أساسي ويقف على مبدأ السلام للجميع داخل الأراضي الأفغانية إن دور باكستان واضح ونعمل على أن تكون أفغانستان بلدا آمنا وسالما من الداخل وعلى علاقة سلام مع جيرانها بشكل كامل القيادات الأفغانية لم تتمكن من تولي السلطة بشكل كامل بعد انسحاب القوات الأمريكية من أجزاء واسعة من أفغانستان لتعود سلطة حركة طالبان إلى نحو 70% من أراضي البلاد بينما يعاني قادة سياسيون أفغان أزمة في الأصول إلى اتفاق شامل ينهي الخلافة الداخلية فيما بينهم مع عدم تمكن أي من الجهات السياسية من إيجاد خريطة طريق تقبل بها حركة طالبان الأفغانية الأمن والاستقرار والتنمية والصحة ملفات أفغانية بحاجة إلى بحث مستفيد أفغاني أفغاني رغم بقاء طالبان في القالب المعارض وفي ظل رعاية باكستان لكل ما قد يتم التواصل إليه بكر يونس السلام أباد الميادين